شهدة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد أعلان الدكتور طارق شاوئي وزير التربية والتعليم بتدريس مادة القيم واحترام الآخر لطلاب تلتة تدائي تدريس المادة دي كان طلب من مهند مهند النهاردة منورنا ومشرفنا مهند عماد أنا مبسوط قوي يا مهند ما بدأي أن أنت معنا الشرف الشرف لاي ربنا خليك يا حبيبي أنت عامل ايه الحمد لله أخبارك ايه دلوقتي بقى؟ قل لي أنت رحسنا يكامل أول نعرف في الناس أولا إعدادي أولا إعدادي طيب إحساسك إيه بعدما الطلب اللي أنت طلبته من الرئيس تحق بقى واقع دلوقتي طلبة في تلتة بتدائي دلوقتي هتدرس المادة اللي أنت تكلمت فيها طبعا إحساس لايوسف إحساس جميل جدا أنا مبسوط جدا يعني من الفخامة الرئيس الهولي يعني أنا مكنش متوقع سرعة الرد وسرعة التنفيذ بسراحة يعني أنا بسط جدا طب لما قال لك يا مهند إحنا هننفذ وفورا إنت تخيلت أنه ممكن يحصل في السنة الدراسية دي؟ أنا تخيلت أنه ممكن تحصل بس بعدين بعدين أنا تخيلت أنه ممكن تحصل بعدين قدام شوية لكن متوقعتش أنه بعدها على طول أما سمعت الخبر مبارح بقى حكيلي إحساسك كان إيه بقى؟ حسيت أنه إنت إزاي بتخدم أصحابك وأهلك وبلدك بقرار بتدريس مادة زي دي؟ طبعا أنا كنت حسس بشعور لا يوصل بسراحة أنا كنت حسس مبارح أن إيه؟ أنا بقول في نفسي الله عليك يا مهند أنت دلوقتي طلبت طلب من الريس وتحقق بعدين على طول فاتبسطت؟ طبعا طيب قولي أنت إيه الأسباب بقى اللي خلتك تتكلم في الموضوع ده؟ أهممم الأسباب أن أنا يعني أصلي أقول لحب كتيروني أنا أعز التكلم بصراحه أقول لحب كتيروني أنا الأسباب hamburger التكلم بتاعي في الموضوع أن أصدقائي سيكولي عن مشاكل ليهم في مدرسهم الدمج أنا مدرستي كلها مقافون فلا existence لا إمكاني مواقف تنا dzień كويس لكن أصدقائي في مدارس الدمج اللي كانوا معايا في الملطقة اللي هو قادرون باختلاف اللي انت كنت حضره وبجود السيد الرئيس حكولي عن مواقفهم وزي هما كانوا متضايقين من مواقف التنمر اللي تعرف بلي فده طبعاً ضايقني فعشان كده يعني اختارنا يعني انت ما كنتش أصلاً مخطط انك تتكلم في حاجة زي دي خالص أما هو كان إيه لي في دماغك وقتها؟ كنت مرتب تتكلم في إيه؟ لا ولا نسيت نسيت طب انت لما بتقابل شخص زي الرئيس بتكون عندك كده حالة من أكيد الرهبة اberty لكن أنا بس انت كنت منطلق ما شاء الله كنت بتتكلم كده لا أصلاً تكلم لخي الصلكة الضلمة الايه؟ الصلكة الضلمة الصلكة الضلمة فعشان كده ما كانش فيه رهبة السلكة الضلمة خالص ف دي لسى سعدتك ان انت ما تكونش ألقان اكيد ولما كلمت كده واسمت صوت لأ الصوت بصراحة يعني لما قال لي يا مهند إحنا نفسها فوراً دي أنا طرد أنا بجد طرد أنا بقيت بقول حد يقرسني يا جدعان أنا حاس أن أنا في حل بجد بالدرجة دي بجد والله وبعدين أنت بتحل مشكلة أصلاً كمان بتواجه ناس مش أنت شخصياً اللي بتواجهها بالزبط بالزبط